وسهلا ومرحبا بكم في قناة علمامين ان شاء الله تكونوا بخير بعد ما وصلنا للحادة الأدنى للسعب من موقع جديد جربت السعب وباش نشوفوا النتيجة الآن متنزلوا الشارك في القناة تفعيلوا الجرس باشتركوا كل جديد وخصوصا العمل اللي بربح من التنين في قناة علمامين واللي عندوا استفسار ويتسارج متواصل معنا على صفر اسمي الخاصة بين العلمامين على فيسبوك وكذلك على انستغرام الربط القابة بالصندوق والوصف الآن ترجو إلى موقع جديد سرحنا سابقا تقريبا منذ أسبوعين تقريبا وتقريبا منذ يومين وصلت للحادة الأدنى للسعب واسحبت انتظرت الأرباح بش توصل مع عملة الوز دي تي لكن لم تصل كما قدنت لها ذو أصدقائي توتلو بيتدرو وعشرين من هذه العملة انتظرت تقريبا 48 ساعة ولم تصلني الأرباح بنسبة كبيرة لهذا الموقع لم يعد يدفع أنا شرحت هذا الموقع لأني شفت إثبات ساحب وخليته في المقالة اللي قلت لكم عليها في الفيديو السابق لكن الآن لم يعد يدفع حسب راي وكذلك هذه المواقع يعني مش تستغل لمدة قصيرة وبعد تصبح لا تدفع حسب راي كونه هذه المواقع شبيهة بالمواقع الاستثمارية اللي أنا ما ننصحش بها يعني يعطيك ثيقة قليلا مع تيوزع أموال بطريقة مجانية في البداية باش الناس تعمل إيديع في الموقع وتشتري هذه العملة العملة هذه غير موجودة في كوين ماركت كاب وغير مدرجة في منصات التداول يعني فقط الناس تعمل في مواقع لكي يتنصب على الناس في الآخر هذا حسب راي وكتجربة يعني احنا تقريب أغلب الناس اللي تشغل على الانترنت مع تسمعه بموقع كاتلي موقع كاتلي قد يدفع تقريب شهر واثنين بطريقة مجانية على ما أظن الناس اللي عندها برشة أموال وزعتها بطريقة مجانية ويمكن برشة الناس وضعت أموال واستثمرت بعد ذلك الموقع أصبح لا يدفع ولا يمكن أن تسحب أربعك موقع جديد وهذا الموقع كذلك مع ترفعه في الحد الأدنى للسعب يعني أصبح ممكن تتظر شهر باش تسحب أموالك حتى التعدين السحابي الافتراضي لم يعد يشتغل كذلك هذا الموقع وهذا المشروع نفس الشيء نفس الفكرة كذلك هذا أنا الحقيقة من الصعب أني نشرح مواقع مشابهة إلا من نكون بجربها وسيحب منها أنا شخصيا وإلا كنقيت موقع آخر وإلا شيء مشابه لهذه الطريقة يمكن نخليها في منتدى اليوتيوب وإلا الصفحة الرسمية الخاصة بنا على الفيسبوك وإلا يمكن نعمل تليجرام نخلي فيه المواقع اللي قاعدة نجرب فيها الآن منذ وضعت الصورة الموقع هذا لم يعد يدفع نلتقي في مواقع أخرى ومجالات جديدة للعمل ترجمة نانسي قنقر الله وفق الجميع وإلى اللقاء